اشتركوا في القناة ونقل سموه إلى جلالته تحيات وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيزة لسعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين بدوام تقدمي والرقي ورحب صاحب الجلالة بسمو وزير الخارجي السعودي وكلفه بنقل تحياته لأخيه خادم الحرمين الشريفين وأسموه لعهده وتمنيات جلالته الخالصة لخادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرخاء والتطور وأعرب جلالة الملك المعظم عن التزازه بما يربط المملكتين الشقيقتين من علاقات تاريخية وثيقة وراسخة وما يشهده الدعاون والتنسيق الأخوي من تطور ونماء في جميع الميادين مشهيدا بالدور الرياضي الذي تطلع به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في خدمة القضايا الخليجية والعربية والإسلامية كما نوها جلالته بالجهود المخلصة التي يبدلها مجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية وذلك لتعزيز العلاقات الأخوية وتطوير التعاون الثنائي لكل ما من شأنه خدمة مصالح البلدين وشعبين الشقيقين من جانبه أعرب اسمو وزير الخارجي السعودي عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة واعتزازه بجهود جلالته لتوطيد أواصر العلاقات الأخوية البحرينية السعودية اشتركوا في القناة